يسر صباحكم من الوصفات القديمة لما يكون عندنا الطفل بيبكي طفل الرضيع انه احنا نحط جنبه نقطة من زيت النعناع رائحة رائع جدا ومهدئة للأعصاب طب شرب النعناع بايش مفيد كمان اللي احنا بنحطه والشاي ويوميا يمكن نشرب النعناع مع الشاي النعناع اول شيء مهدئ للجهاز الهضمي مهدئ للمعدة ويعتبر مهضم طبيعي النعناع مفيد جدا لمشاكل القلون العصبي ومفيد لحالات الالتهابات الرئة والسعال وايضا مهدئ للصدار تحديدا الصدار النصفي ومفيد بشكل عام للناس اللي عندهم عصبية مفرطة فمشروب النعناع مهدئ بس ملاحظة مهمة جدا الكثير من الناس بعتقدوا انه النعناع مهدئ جنسي هذا الكلام غير صحيح النعناع مهدئ نفسي وفي نفس الوقت مقوي جنسي للرجال شكرا